اتكلم بشكل واضح عن دورهم وعن تضحياتهم وعن بطلاتهم لما بدأت الحضرات ليه تم ليه 25 يناير ايه هو عيد الشرطة قد يكون فيه شباب لينا كتير اوهم يعرفوش او بعض الناس ما تبعوش ولا سنوات طويلة وبنتكلم على تضحيات منذ 72 سنة طب هل التضحيات ده وقفت لا واحنا حتى بنتكلم النهاردة وتستمر هذه التضحيات في بلد فيه اجهزة فيه مؤسسات هيفضل فيه التضحيات موجودة وهيفضل زي ان بقول كده هو لما حتى كانوا بيتكلموا على الشرطة هي الشرطة مين يخاف من رجل الشرطة مين هل المواطن العادي لا اللي يخاف اللي هو يرتكب جريمة كان ارهابي تجر مخدرات وحد بيرتكب اي جريمة يعني هو اللي يخاف فقط ان يكون عنده جهاز امن عشان كده لما جاب فيه فترة من فترات وقال لك كان بعد 2011 عمله ايه قال لك نحل على طول جهاز امن الدولة ليه جهاز امن الدولة اللي كان ايه بيعمل ايه كان بيحمي مصر ده اللي بيواجه الارهاب ده اللي بيكشف الخلايا الارهابية وبيكشف تنظيمات ده المعني بمواجهة الارهاب جهاز امن الدولة وانشطة اخرى متعددة لانه عنده كسير من انشطة ولكن في المقدمة الارهاب فقال لك نحله وتم حله ولكن رجع الجهاز النهاردة بسم الله ما شاء الله في منتهى القوة كمعلومات وكضباط وكغيادات وكخبرات موجودة الخبرات موجودة وطول عمره طول عمر الاجهزة المصرية لديها الخبرات والكفاءات وزي ما بنقول كده الاجيال بتسلم بعضها وكل واحد بيدي خبرته لللي معاه واللي جنبه واللي بعديه ويمكن تعاملنا سنوات طويلة مع كل الناس وكل الحتة يعني النهاردة كلهم بسم الله ما شاء الله قيادات وعلى اعلى مستوى من الكفاءة في كل جهات الدولة بتكلم على كل جهات الدولة حاجة بسم الله ما شاء الله ولكن تاني ما تخليش حد ابدا زي ما عملوا قبل كده من 13 سنة يفكروك في اي وقت او يعملوا في اي وقت حماية البلد وامنها وسلامتها وايضا نخاف على مؤسساتنا ونخاف هو الزبط الجيش او الشرطة او المجند هنا او هنا هو ابن مين ما ابننا هي قوات المسلحة كلها ايه احنا هي الشرطة كلها ايه احنا القضاء كلها احنا كل مؤسسات البلد دي كلها احنا هي شعب المصري وهم كلهم ملكي للشعب المصري وكلهم من ابناء هذا الوطن مش حد جيلنا من الصورة من برة ما عندناش الحكاية دي فاي حد النهاردة بتسيقل مين بتسيقل نفسك عندما يعني انتوا عارفين اعداء البلد عمرهم ما بيتكلموا على البلد بحاجة ايجابية هيفضلوا طول الوقت يشككوا في اي اجراء واي قرار واي شيء بيتم الدولة بتاخده زي ما النهاردة تابعنا الرئيس عفتاح السيسي وهي تحدث اوضم فيها الكلمة وهو يكرم سواء الضباط والافراد ويكرم اسر الشهداء وهذه الاحتفالية الكبيرة اللي هنتابعها على مدار هذه الحلقة وزي ما بقول لكم طبعا هتفضل البلد فيه استهداف لمصر فيه استهداف لمصر النهاردة حصل هذا الكلام وهتفضل هذا الكلامي طول الوقت ولكن احنا دورنا نبقى بنشوف كنا فين وبقينا فين النهاردة في وقت من وقاتي يا جماعة وانا بقول لكم بشأ في وقت من وقاتي والله الناس كانت بتخاف تقعد على الاهاوي اشتركوا في القناة